ممتاز حبايبي طلبت وطالبات الصف الاول والتاني والتالت الاعداد طبعا النهاردة انا جاية اقلمكم على حاجة مهمة جدا الحاجة دي هي ان احنا ان شاء الله هندرس منهجنا بالكامل على القناة دي وان شاء الله هتكون بقدر الامكان في حصص منتظمة بس تعالوا نبدأ النهاردة مراجعة خفيفة كده قبل ما ندخل المنهج بتاعنا طبعا المراجعة دي لأولى وتانية وتالتة اعدادية هنبتديها من الاول خالص عشان محدش يقول لي الكلام ده انا مخدتوش قبل كده ولا اعرفه قبل كده المراجعة ده هتستفيد فيها كتير جدا لانك هتعرف اساسيات لازم تمشي عليها خلال دراستك من اول اعدادي من اول اول اعدادي لغيث تالتة سنوي ان شاء الله لانها حتكون بتشمل اساسيات مهمة جدا في الجرامر وده بيمثل عقدة لكتير من الناس يلا نشوف هناخد المراجعة دي شكل ما قلت الاولى وتانية وتالتة اعدادي قبل ما نبتدي المنهج ان شاء الله لو انت في اولى وفي تانية وفي تالت اعدادي يلا بسرعة انزل واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات ان شاء الله واللي من خلالها هتقدر تدرس منهجك بالكامل وان شاء الله كل ده هيكون free تعالوا نبتدي مراجعتنا النهاردة من الاول خالص ومن البداية من اول تكوين الجملة how i can form a sentence in english ازاي عدد اكون جملة في اللغة الانجليزية شكل ما احنا عارفين ان اي لغة بتتكون من حروف وبعدين من الحروف بكون كلمات ومن الكلمات بكون جمل طيب يا ترى هل الجملة في العربي شكل الجملة في الانجليزي هقول لك لا طبعا الجملة في العربي مختلفة تماما عن الجملة في الانجليزي لان الجملة في العربي مبتدأ وخبر الجملة في العربي لو بدأ بفعلي تبقى جملة فعلية لو بدأ باسم تبقى جملة اسمية طب هل الكلام ده موجود في الانجليزي حقول لك لها طبعا الجملة في الانجليزي بتتكون من حاجة اسمها subject وده بسميه الفعل وبعدين الverb وده بسميه الفعل وبعد كده بتيجي حاجة اسمها الكمبلامنت ودي تكملة الجملة يعني عشان أقول إن هي جملة في الانجليزي لازم يكون فيها subject فاعل ولازم يكون فيها verb فاعل الكمبلامنت ممكن تيجي أو ممكن ما تيجيش وده والاختلاف اللحظه في الفرق بين تكوين الجملة في العربي وتكوين الجملة في الانجليزي يعني مفيش جملة في الانجليزي أبدا هتمشي من غير فعل لكن في العربي إحنا عندنا ممكن الجملة بتبقى مبتدأ وخضر ومفيش فعل يعني لما أقول أحمد طويلي بالعربي دي جملة لكن في الانجليزي ماينفحش أقول أحمد طول فحش أقول أحمد طول لأن هنا حلاقي أحمد اسمه عندنا طول صفة وما فيش verb يعني فعل فبالتالي ما ينفعش اقول على دي جملة لكن عشان اقول الجملة دي في الانجليزي فلازم حكوم بالمنظر به احمد is tall احمد is tall يبقى انا هنا جبت الفعل بتاعي هو verb to be is عشان اقول عليها جملة اما لو احمد طول عمري ابدا ما هقول عليها جملة اذا اي جملة انجليش لازم يكون اولها subject وبعد كده verb وبعد كده complement تعالى نشوف اول حاجة في الجملة بتاعتنا انجليش هو subject subject الفاعل انجليش بيكون حاجة من البنانية اما noun يعني اسمي اما pronoun يعني ضمير طب تعالى نمسك حاجة حاجة اول حاجة طبعا هو noun الاسم الاسم من انجليش شكله بالضبط الاسم ان Arabic في العربي يعني it's the name of people, animals and things يعني لما جأول علي . نماذا جأول نlando Harley . نماذا جأول Thnoun . انه يكون pronoun وهنا مش اي برناون بقول عليه سبجيكت لانه لازم يكون سبجيكت برناون he she it we they you and i for example على سبيل المثال لما اقول لك he is a doctor يعني هو دكتور when i say where is the subject فين الفعل بتاعي you must say it's noun or pronoun you must say it's a pronoun طيب لو خدنا مسال تاني والجملة دي رامي teaches english رامي teaches english لما اقول لك where is the subject فين الفعل بتاعي هكيد هتقول لي رامي when i ask you noun or pronoun you must say it's a noun when i say lions eat meat لما اقول لك اليوسوب بتاكل لحمها when i ask you where is the subject you must say طيب noun or pronoun you must say it's a noun when i say they watch tv every day هما بيشاهدوا التلفزيون يوميا when i ask you where is the subject you must say they noun or pronoun you must say it's a pronoun تعال نشوف الجزء التاني من الجملة معنا وهو الفعل وهنا لازم اخلي بالي ان فعل الجملة بيجي after the subject يعني بعد الفعل مباشرة طيب قال لي ان فعل الجملة ده ممكن يكون only one verb يعني فعل واحد فقط لغير في الجملة وده بقول عليه main verb main verb يبقى اذا ما بقول عليه انه فعل اساسي ليه فعل اساسي لانه جاي لوحد في الجملة ما اقدرش اشيله يعني لما اجا اقول لك carpenters make chairs carpenters make chairs when i ask you where is the subject فين الفعل اكيد هتقول لي carpenters النجارين type noun or pronoun اكيد هتقول لي noun طيب the verb here الفعل هنا هو كلمة make يعني make يصنع طيب يا طرى في فعل تاني يعني هل chairs دي فعل هقول لك لقى chairs دي noun فبالتالي مفيش غير فعل واحد هنا وهو كلمة make فبالتالي بقول على make ده main verb يعني فعل اساسي الحالة التانية هو اني هلاقي فعلين اتنين في الجملة يعني جملة فيها فعلين قال لي ايوة طبعا جملة فيها فعلين طيب لو في فعلين في الجملة قال لي بقى اذا واحد فيهم helping verb يعني فعل مساعد والتاني main verb يعني فعل اساسي طيب مين اللي بييجي الاول هقول لك اللي بيجي الاول هو helping verb وبعد كده بيجي main verb يعني لما اجا اقول لك رامي is playing football رامي is playing football طيب when i ask you where is the subject لما اجا اسألك فين الفعل اكيد هتقول لي رامي ليه لان رامي هنا هو النعون اللي جاي في الاول فبالتالي بقول عليه subject طيب الفعل بتاعي حالي is playing is playing is playing is playing the fan مقاوم من فعلين اتنين isn't playing so when i ask you where is the helping verb الفعل المساعد لازم تقول لي is لان هو ده اللي جاي الاول والفعل الاساسي بتاعي والmain verb هو playing لان هو ده اللي جاي التاني بقى اذا لو اجتمع فعلين في الجملة يبقى واحد فيهم مساعد والتاني اساسي واحد helping والتاني main طيب لو لقيت ثلاثة افعال في الجملة قال لي لو لقيت ثلاثة افعال في الجملة حالي ان هي هي نفس الفكرة اي جملة ان انجليش ما فيهاش غير main verb واحد يعني فعل اساسي واحد فأي افعال جاي ما اقول عليه ان هي helping يعني افعال مساعدة يعني هو بيشاهد التلفزيون بقاله ثلاثة ساعات الفعل بتاعي هو هي وده pronoun طيب بعد كده علي has been watching هو ده الفعل بتاعي وانا ما بقولكش هو في زمن ايه ولكن حاليه ان هنا ثلاثة افعال has been watching طيب لما اسألك فين الفعل الاساسي لازم هتقول ان هو watching لان هو ده الفعل اللي جاي في الاخر طيب امال فين الافعال المساعدة اكيد هتقول لي has and been has and been طيب امال for three hours هقول لك ده التكميلة بتاعت الجملة يبقى ازا الجملة بتاعتي بتكون من subject verb and compliment طب يطرى الكمبلمت لازم بيكون موجودة حقول لك لا طبعا لان ممكن الجملة بتاعتي تبقى subject to verbs so when i say hana is eating يعني هنا بتاكل هقول لك السبجكت بتاعي هو هنا وده noun والفعل بتاعه هو is eating يعني بتاكل هنا مفيش complement يعني مفيش تكميلة جيد بعد is eating فبالتالي بقول ان الجملة دي تكون من subject to verb بس والفرب بتاعي لاحظ is an eating one helping verb is and one main verb eating دي كانت مراجعة خفيفة لتكوين الجملة في الانجليش thank you very much for watching استنونا ان شاء الله الحلقة الجاية في تكميلة المراجعة ودي قلنا لصف الاول والتاني والتالت الاعداد شان يوصلك كل الحلقات ان شاء الله ولو لسه مشتركتش اشترك بسرعة ان شاء الله هنقدم كل المناهج للأول والتاني والتالت الاعداد وده هيكون مجاني على القناة ان شاء الله goodbye السلام عليكم اشتركوا في القناة